رئيس التركي رجب طي باردوغان أكده بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين راغب في تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مشددا على أنه سيجل اتصالات مع بوتين من أجل التوصل إلى قرار نهائي في هذا الصدد كثفنا مساعين الدبلوماسية أخيرا من أجل الحفاظ على اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ونشكر كل الأطراف الذين شاركوا في تطوير الاتفاق أنا واثق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين راغب في تمديد الاتفاقية وسنقوم باتصالات معه من أجل التوصل إلى قرار نهائي في هذا الصدد